تلميز عزيزي المشاهد برحب بيك تلميز في مدرسة المسيح تلميز لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه وبيدعوك أنك تكون له تلميز تلميز مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة لكن تلميز معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح تسمح له أنه هو يعيش فيك وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض أنك تطبقوا لحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي أن ده يتحقق معاك أمين عزيزي المشاهد أحبائي أدعوكم وأشكركم لوجودكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مدرسة المسيح عايز أشكر ناس كتير أو يشجعونا في الرحلة الطويلة بتاعتنا ديت عبر الإيميلات وعبر الرسائل وعبر المقابلات الشخصية وهم بيشجعونا بالمدرسة ديت والتأثير اللي حصل في حياتهم نتيجة أن يعنيهم اتفتحت أنهم يعرفوا ولو جزء عن الحق ودي روعة الحق نمش روعة المدرسة دي روعة الحق احنا تعودنا نسمح وعز 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 لكن نادر ما سمعنا تعليم منظم فيه بنبتدي من الأول ونمشي خطوة خطوة ونفهم إيه ليه إزاي ونكتشف أن الحق موجود بوضوح شديد في كلمة الله وأنه مقنع جدا وأنه واقعي للغاية ودي روعته ودي روعته ودي دعوة المسيح المسيح وعز لكنه علم أكثر مما وعز لأنه بيعلمنا الحق وبيطبع نواميسه في أذهاننا وفي قلوبنا لكي نخبئها جوانا فتعيش فينا في رحلتنا في المدرسة دي وصلنا لغاية فصل هام الحقيقة خد من الحلقات أكثر بكثير جدا مما توقعنا والبركة فيكم طبعا أن الأسئلة فاقت كل التوقعات ولكن ده جزء جميل جدا من برنامجنا الأسئلة والأخذ والعطى اللي داخل الستوديو بتاعنا عش كده عايز أشكركم اللي موجودين معانا هنا الدور الرائع اللي أنتو بتقوموا بيه معانا في هذه المدرسة الفصل دهوات اللي يمكن دي الحلقة الأخيرة فيه حول الصراع الروحي مع قوات الشر الروحية في السماويات مع إبليس وملائكته التنين العظيم الحية القديمة الشيطان إبليس عدو كل بر عدو كل بر عدو كل استقامة الكداب وأبو الكداب المضل المجرب المشتكي بص الكتاب إداله كل الألقاب ديت رئيس هذا العالم إله هذا الضهر روح الذي يعمل في أبناء المعصية مش محاول كل ده خرافة مش محاول إحنا لا نجهل أفكاره الكتاب كشفوا لينا فضحوا لينا والهدف من الدراسة دي إن إبليس يستعلم بصورته الحقيقية مش المختبئ المستخبي اللي بيشتغل من وراء الكواليس عشان شعب ربنا وأبناء الملكوت وتلاميذ المسيح يختبروا النصرة الحقيقية اللي ربنا أعطانا إياها لنا عليه يعظم انتصارنا بالذي أحبنا إله السلام مش إله الحرب يسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعا بس نعرف الحق بس ننال القوة اللي أعطانا إياه بس نلبس سلاح الله الكامل وما نحطش إيدينا في بقه نحطش إيدينا في بقه بالعكس إحنا نعمل إيه؟ إحنا نقاومه باسم يسوع المسيح فيعمل إيه؟ فيهرب منه الجزء الأخير الملحق الأخير اللي كنا نتكلم فيه عن السحر والفرق بين السحر وبين الشعوزة الفرق بين الإلوجين بين الوهم أو الإحاقات اللي بيستخدمها بعض الناس وبيقولوا دي إلوجين يا جماعة أنا ما بيستخدمش أي قوة خارقة للطبيعة وبين السحر الحقيقي وما فيش منه أبيض وما فيش منه إيه؟ كله إيه؟ كله إيه سود ما فيش منه للخير ومنه للشر إبليس مش هيمدي إيده بالخير ربنا إله كل عطية صالحة وربنا ما يحتاجش لأعمال مش كده؟ ربنا يباركنا بكل باركة روحية بيقول الكتاب الذي باركنا بكل باركة روحية في السماويات في المسيح يسوع مش كده؟ خلونا في آخر جزء من الدراسة بتاعتنا ديت نتكلم عن حاجة فيها فهم كثير جدا كلمة متدولة جدا الأيام دي وتكتبت عنها كتب وبيتقال عنها بعض التأملات الكثيرة أحب إن أنا أطلحها للسطح وأشرحها في ضوء هذه الدراسة بتاعتنا الحرب الروحية اللي بيسموها اللعنات اللعنات بنقرعنا في العهد القديم البركة واللعنة فالكلمة دي موجود اللعنة والبليسنج البركة فإيه هي اللعنة؟ وهل اللعنة دي حاجة وحدة والذي أنواع مختلفة من اللعنات؟ إيه اللعنة اللي ممكن تأتي على الإنسان؟ وإيه اللعنة التي لا تعود تأتي على الإنسان؟ ومين الإنسان اللي ممكن يلعن؟ ومين الإنسان الذي لا يمكن أن يلعن؟ واضح الفكرة ديت؟ بدء ذي بدء لازم نخلي بالنا أن نتكلم عن ثلاث أنواع من اللعنات فبنقرع عن لعنة النموس وحنجيبي الشواء بتاعتها ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في النموس فدي لعنة النموس ودي اللعنة اللي بنقراها في تسنية ودي اللعنة اللي بنقراها في تسنية صحة 28 لعنة النموس إن اللي بيكسر النموس ملعون كل من لا يثبت في جميع ما أوصان به النموس فدي موجودة في تسنية 28 وفي لعنة تانية اتكلم عنها كتاب التأثير المباشر النفسي بين الأباء وبين الأبناء الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضروا سط عارفين الحصرم اللي هو إيه العنب اللي ما استواش ده بيقول الأباء أكلوا الحصرم ومين العيال أماني ما تزعليش ده آية كده العيال زنبهم إيه فعننتكلم في الموضوع ده فدي لعنة الأباء الذين أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضروا سط وبنكتشف بعد شوية نكتاب بيقول لنا اوعوا تقولوا المثل ده تاني في إسرائيل لأنكوا فهمتوا إيه غلط وربطوا الناس بين الآية دية وبين المكتوب في سفر الخروج مفتقد زنوب الأباء في الأبناء حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضية فإيه الحكاية دية النوع الثالث من اللعنات اللي هو لعنة السحر وأعمال الشر أني أنا بل عن إنسان بالسحر طيب هنا بنتكلم عن طوارث اللعنات فهنا بنتكلم عن طوارث اللعنات هل الأباء يورسوا لعنة الخطيئة لأبنائهم اللي هي لعنة النموس هل الأباء يورسوا لعنة الحصرم لأبنائهم هل الأباء ممكن يورسوا لعنة الأعمال والسحر لأبنائهم إيه من إيه مظبوط هنا وإزاي نفرق بين الثلاث أنواع دول بعض الناس بتقول أيوة أنا بغلط ابني بيدفع تمن الغطيئة ديت وفي لعنة بتتوارث بالخطيئة أنا كنت مثلا زاني فأولادي بيتأثروا وبيعيشوا في خطة الزنا ديت أنا كنت سارق فأولادي مش عارف بيعيشوا في لعنة الخطيئة ديت مفتقد زنوب الأباء في الأبناء حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضية ولازم حد ييجي يقف ويكسر لعنة الخطيئة المتوارثة ديت في حاجة كده في الكتاب ولا الكتاب بيقول عكس كده أنا غلطت خطيئة وكسرت النموس ليه ابني يتحمل نتيجة لعنة الخطيئة اللي أنا ارتكبتها ده كلام يخش عقل منطقي لا دي عدالة الله لا الكتاب قالها لا الكتاب ما قالهاش الكتاب ما قالهاش لأن الناس لخبطت ما بين الحسرم ولعنة السحر وما بين لعنة لعنة النموس اللي هي لعنة الخطيئة واضح الفرق ما بين الاتنين خلنشرح الفرق ما بين التلاتة ونوضح الأمر ده عشان الفهم عن الكلمة دي يتضح وما يحصلش لابس عند أبناء الملكوت إحكيت لعنة النموس غلط يا تلاتة عشرة وثلاثة البوليس بيقولها لنا لأن جميع الذين هم من أعمال النموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب النموس ليعمل به ولكن أن ليس أحد يتبرر بالنموس عند الله فظاهر لأن البار بالإيمان يحيي ولكن النموس ليس من الإيمان بل الإلسان الذي يفعلها سيحيى بها إيه اللي حصل بقى؟ المسيح عمل إيه؟ المسيح افتدانا من لعنة النموس الصارى لعنة لأجلنا إيه ببادئ دي بقت أنا في المسيح ممكن لعنة النموس تقع علي بأي شكل من أشكال المسيح افتداني من لعنة النموس فأنا كشخص أخطأت وكسرت النموس بحكم النموس أنا ملعون أنا صرت في المسيح وغفرت خطاياي وسطرت آثامي شكرا؟ وقبلت الحياة الجديدة النموس يلعني ليه؟ لأن المسيح حمل عني هذه اللعنة المسيح افتدانا من لعنة النموس الصارى لعنة لأجلنا طيب هل الحكاية دي تورس؟ حسقيال 18 بنائش القضية دي في العهد القديم بيقول ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء دارست حين أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل أنتم قلتوا الحكاية دي مش عايزة تسمعك وتقولوها إيه؟ تاني ليه؟ ليه يا رب؟ عشان أنتم فهمتوها غلط اسمحولي أقرأ معاكم بعض الأعداد من حسقيال 18 عشان نشوف أن حتى في العهد القديم الفكرة دي ألغيت تماما لأن الشعب فهمها غلط بيقول إيه؟ عدد خمسة عدد أربعة أول ما يخلص دي عدد ثلاثة عدد أربعة بيقول إيه؟ ها كل النفوس هي ليه نفس الأب كنفس الإبن كلا هما ليه النفس التي تخطئ هي تموت والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا ولم يأكل على الجبال وما يحصل لهش حاجة فإن ولد ابنا معطنقا سفاكا دماء ففعل شيئا من هذه لم يفعل كل تلك بل أكل على الجبال ونجس إمرأة أبيه وظلم الفقير والمسكين واختصب وعمل إيه؟ فإنه دمه يكون على نفسه وإن يولد ابن الرأى جميع خطايا أبيه التي فعلها ورأها ولم يعملها يحصل إيه؟ ينجو هو من نفسه يعني إذن أب بار وخلف ولد طلع وحش الودة يروح فين؟ يهلك أب وحش وخلف ابن شاف عميل أبوه ما عملهاش يعمل إيه؟ يحيا عايز تقول إيه يا رب من الأصحاح دوت؟ عدد عشرين بيقول إيه؟ عدد تسعتاشر أنتم تقولون لماذا لا يحمل الإبن من اسم الآب؟ أما الإبن فقد فعل حقا وعدلا حفظ جميع فرائده وعمل بها في حياة يحيا النفس التي تخطئ هي تموت الإبن لا يحمل من اسم الأب والأب لا يحمل من اسم الإبن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون جبنا منين الفكرة؟ جبنا منين الفكرة أن عميل الأباء تورص للأبناء أصحاح كامل بيقول ما تقولوش كده أصحاح كامل حسقيال 18 من أوله لغاية أخره بيقول الحقيقة إذا أنا عندي شاهد في غلاطية بيقول افتدينا من لعنة النموذ وعندي أصحاح كامل في العهد القديم اللي تكلم عن مفتقد زنوب الأباء في الأبناء الجيل الثلاثة رب بيقول ما فيش حاجة اسمها كده أنتوا فاهمين إيه غلط أنتوا فاهمين إيه غلط ما تقولوش إيه كده تدنا من أي لعنة فيهم؟ تأثير الأباء على الأبناء؟ إن الخطيئة لا تورص من غير فداء المسيح يعني أي لعنة فيهم؟ يعني اللعنة الأولانية نموس نموس لعنة الخطيئة ما لعنة نموس هي لعنة الخطيئة اللي هي تسنية كام؟ 28 كويس؟ ما تقولوش كده كل إنسان يموت بإيه؟ بذنبه الأب لا حيستفاد من بر ابنه وللوقت حينضر من اسم إيه؟ أبوه كل إنسان يموت باسمه ما تقولوش كده أنا بستغرب إن فيه ناس النهاردة بتعلم كده جبناها منين؟ جبناها منين؟ حيب فيه فرصة لأسئلة بعليش يسمحولي أخلص كويس؟ طيب نيجي للتانية بقى نيجي للتانية ودي خدناها في الشفاء النفس باستفادة شديدة جدا هل الآب يؤثر في حياة ابنه؟ هل الأم تؤثر في حياة أولادها بتأثير مباشر ولا لأ؟ طبعا تؤثر يعني أصل الفكرة الأباء أكلوا الحصرم وأثناء الأبناء درست لها معنى بس أسيء استخدامها وفتكروا إن الإنسان بيتحمل نتيجة شرور أباءه فقال لا تقولوا هذا المثل صحيح إيه التأثير المباشر بالشر على أولادي؟ أنا سكير مثلا أب سكير بروح البيت سكران بضرب مراتي وبضرب عيالي وبأزي عيالي وده صرفت فلوسي والعائلة شرده في الشارع هل أنا كده كإنسان بقى حاسب من الله نتيجة إثم أبويا؟ لا لكني بجني في نفسيتي وفي واقع حياتي الاجتماعي نتيجة عميل أبويا لإيه؟ السوداء طب دي عدالة؟ آه لأن قلنا في مسؤولية في سلطان الله ومسؤولية الإنسان أن الإنسان يؤثر في الإنسان مباشرة بالخير وإيه؟ بالشر وكل ما أنا قريب من الواحد تأثيري عليه بالشر وبالخير إيه؟ أكتر أنا أب صالح حوفر لحياتي لأولادي حياة كريمة أنا أب شرير حوفر لحياتي حياة سيئة ده زنب مين؟ ده زنب أبويا بس أنا تحملت نتائجه مش عقوبته أقول تاني مش ربنا بيحاسبني التأثير المباشر ده مش حساب من الله ده نتيجة مباشرة أنا ماشي في الشعر واحد راح ضربني بالألم على وشي وشي تواجع ده ربنا بيعقبني ولا ده نتيجة إن واحد ضربني تواجعت ده نتيجة واحد ضربني تواجعت إذن هل يوجد تأثير مباشر بالخير أو بالشر بين الآباء والأبناء؟ نعم وده قلنا بالتفصيل في شفاء النفس ليس عقاب من الله ليس أن الله يفتقد زنوب الأباء في الأبناء لكن ده الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء حصل الله وإيه؟ درست عشان كده المسيح جاء ليشفي منكسر القلوب ويعوض الناس ويكون لهذا الإبن أبن ولهذه الزوجة زوج ويعوضني اللي أهلي عملوه فيها ظلم وأنا بريئ ليشفي منكسر القلب ليعزي الحزانة ليجعل بدل الرماد جمال جمال وبدل الحزن فرح وبدل اليأس رداء تسبيح فده متاح فربنا بيقول لي أنت تظلمت أنا عارف أنك مظلوم وأنا جاي عايز عوضك بنفسي بنفسي حتميزني جدا حميزك جدا لأ أنا كنت ظلمت جدا فحميزك في علاقتي بيك جدا فإذا دي مش لعنة تتفك ده جرحي إيه؟ يخف فالخطية ليست لعنة تورس عشان نحتاج نعمل إيه؟ نفكها ولا التأثير المباشر لعنة نحتاج أننا إيه؟ نفكها لكنها جرح وحزن أحتاج من المسيح شفاء وتعزية وتعويض إلهي نظبوط أمال إيه اللعنة اللي محتاجة تتفك السحر السحر زي القصة اللي كنا نتكلم عنها زي قصص تانية كتير عندنا بيبقى الأب والأم عنده كتب سحر بيبقى الأب والأم يعرفوا ساحر قريب منهم وبيروحوا للساحر دوت وبيأخذوا أولادهم وبيقدموا أطر من أولادهم أطر يعني حتة منهم يعني بيدي له عربون يعني بيدي له حق فاهميني؟ الأطر فكرته إن بدي لك إيه؟ حق بقولك أهي أهي خد بدي لك حق منه بدي لك حتة منه بدي لك سلطان عليه بالظبط فاهمين؟ نيابة عن الناس دول بدي لإبليس حق علي وعلى بيتي وعلى مين؟ أولادي القصر فأنا عملت إيه لأولادي؟ أنا لعنتهم فأنا بدل ما بعمل عمل شرير للغريب أنا عملت عمل شرير لمين؟ لإبني أنا كنت فاكرني بعمل عمل صالح لكن أنا في الواقع إبليس مش هيعمل أعمال إيه؟ خالص إبليس مش هيعمل أعمال صالح حتى فأنا الحجاية ديت مظبوط فأنا لعنت إبني أنا عملت إيه؟ لعنت إبني هنا فيه طوارس للنعنة أه؟ إبني ده محتاج إيه لما يكبر؟ محتاج لما يكبر يقبل المسيح ومحتاج يعمل إيه للنعنة اللي تلعن بيه هدية؟ إنه يفكها إنه يفك القيد دوت إنه يكسر العهد دوت اللي أبوي دخلني إيه؟ في إيه؟ إنه يأتي بالبركة مكان اللعنة ديت إلى حياته مش كده؟ إنه يجيب العمل دوت ويحرقه ويكسر الحكاية ديت بإسم المسيح الآية اللي مردت الناس كتير قوي بتفهمها غلط أعطيتكم سلطان حتى كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط وما تحلونه على الأرض يكون محلول مش كده؟ فأنا ده اللي هنمدد السلطان لربنا أعطال الكنيسة هنحل ونربط إيه؟ أعمال الشر فأربط إبليس وأنا بخرج الروح الشرير وأحل القيود الإبليس عملها فأربط إبليس وأحل القيود الإبليس ربط بيها الناس إذا أنا قادر أعمل كده لنفسي أعمل كده لنفسي إذا أنا محتاج أن الكنيسة تيجي وتصلي معي إذا ما اتفقنا فالكنيسة بتيجي وبتساعدني إذا اللي امتلاقي بالروح القدس أنا أقدر كمؤمن أنا الواحد أقبل اللي امتلاقي بالروح القدس أمتلاقي بالروح القدس وقد أحتاج أن حد يجي يصليلي عشان يساعدني في الصالة عشان أخذ العطية المباركة ديت واضح الفكرة؟ التأسيمة ديت بتخلينا ما نخشش في سيكة غلط أحد الكتاب الكبار الأجانب كتب كتاب الحقيقة مشهور جدا مش أقول اسمه عشان محدش يزعل مني ولا يزعل منه عن اللعنات وتكلم عن لعنة الخطيئة وتوارس لعنة الخطيئة وتأثيرها ولازم نرجع لغاية الجدود ونشوف منين جات ونقطعها ونفكها ونحلها فين ده في الكتاب؟ وفين ده في الآيات بتاعة حسقيال 18 وغلاطية 3 اللي أدور عليه عشان أحله هو إيه؟ عهد السحر سلطان إبليس عليا اللي أبويا دخلني فيه دونها أن أدري مش كده؟ ده اللي لازم يتفك ده العهد اللي لازم ينقض مش كده؟ عهد دم مع إبليس ينقض بدم مين؟ بدم المسيح لما أختسل عليه رابطة ربطتني بإبليس لازم أنا أفكها بإني باسم يسوع أنقض أعمال إبليس وأفك القيد دوت وأطلق أنا حر منه مش كده؟ لأن المسيح جاء ليبشر المساكين ليشفي منكسر القلوب ليعتق المأسورين أحراراً فلو أنا مقيد نتيجة أهلي هم اللي ربطوني أنا محتاج إني أنا أتحرر أنا ممكن أكون ربطة نفسي فدي غلطتي لكن ممكن يكون أهلي هم اللي عملوا ده فيه أنا برضو محتاج إيه؟ مش هم اللي حيحرروني مين اللي حيحررني؟ أنا أنا اللي لازم أكتشف هذا القيد وأكتشف هذا العمل وياماً ناس اكتشفوا كده حياته مش ماشى مش ماشى فاكتشفوا بعد كده أهلهم عملين لهم أعمال وسحر وعطيني الأحجيب أشمال ويامين؟ فهم طبعاً هم فاكرين ده خير بس اتفقنا إبليس ما بيعملش خير فلازم أنا أفك اللعنة دي ده أنا أفك القيد ده أنا أكثر العهد ده عشان أنطلق مع المسيح من غير وصاية من عدو الخير على حياتي واضحة دي واضحة دي طبعاً عندنا وقت نقدر بقى ناخد شواهد بالهبل في الاتجاه ده لكن مش ده لأن ده مش موضوعنا الرئيسي حبيت إن التوضيح ده يبقى واضح لنا إحنا خدنا الخطية والنموس في باب المسيح والفداء مظبوط خدنا تأثير المعاملات في شفاء النفس ودلوقتي خدنا السحر وتأثير وأعمال الشيطان في باب الحرب الروحية متهيقلي ده بيونير أذهننا ننفرق ما بين التلات حاجات دول لأن ده حاجة وده حاجة وده حاجة ده أبشر المساكين ده أشفي منكسر القلب ده أعطق المأسورين أحراراً أهم ده باب المسيح ده باب شفاء النفس ده باب الحرب الروحية بكل أسف هناك مزج هائل في المفاهيم الروحية لأنها مش مرتبة مش بقرى الكتاب بطريقة منظمة مش بقارن الروحيات بالروحيات مش بحط الحاجات تحت بعضها عشان أشوف كان أصدل إيه الوحي لما قال ده إحنا فهمناها غلط فلغاها ليه لأن إحنا فهمناها غلط هو كان يقصد ضيء إحنا فهمناها ديه فجاءوا لغاها زي ما عمل كده في حسقيال 18 وفي قرمية مش بس حسقيال 18 اللي بيلغي الفكرة ديت أفتكر عندنا وقت أخير في هذه الحلقة عشان نغطي إذا كان عندنا أسئلة أخيرة في كل الموضوع اللي بدأناه دوت ممكن من 37 ولا 38 حلقة مش عالف أنا فهم اللي هقول ده صح ولا غلط إحنا عارفين إنه إحنا ما نفعش نجيب آية معيانة من بص الكتاب وناخدها على أساس إنه دي صح وما نبصش للقارنة بتاعتها طيب في بعض الحاجات تتعلمناها في السيزن ده إنه في آيات بتقول كذا فعلى أساس المتحرك ودي حاجة كتابية وحاجة منطقية وينفعنا نشتغل بيها في العالم الوقعي طيب يعني ممكن حدي يقولي طب السياق بتاعها ما كانش بيقول المعنى اللي انت بتقوله من اللي قلناه؟ ممكن هتهالم؟ لا أنا مش عارف ده صح ولا إيه أنا؟ موفش حاجز ما صح وغلط إذا أنا جبت آية خارج سياقها هتهالم نعيشني فيها يعني أغلب المقاطع اللي جبناها حتت كده صح؟ مش آية وما مجيش آية واحدة مش كده؟ منجيب عشرات الآيات عشان نتأكد إن المعنى ده هو إيه؟ الحقيقي مش كده؟ تفضلي أنا عارفة إن فيه لعنة الفراعنة وإحنا بما إننا مصورين فإحنا ورسنها مين أهل بقى؟ فيش حاجة أسمع لعنة الفراعنة؟ يعني موجودة فين لعنة الفراعنة ديت كده؟ لا بما إنهم كانوا بيشتغلوا كل حاجة في السحر وكده يعني كويس فإلا أنا عارفة يعني ما عرفش صح والغلط إن اقتناء الحاجات اللي زي إراسة بولهول والأهرامات والحاجات ديت كتماثيل وكحاجات على تشيرتات وكده ديت حاجة الإبليس عندي ده صح والغلط نعرف إن في حاجة أسمع لعنة الفراعنة ما عندناش في الكتاب ده الفراعنة استخدموا السحر كتير قوي وياما استخدموا السحر لحماية القبور بتاعتهم لأنها كانت مليانة دهب وكلها تسرقت معادة تود عن خامون يعني مش عارف من غير السحر المهم يعني البعض بيقول إن إحنا لازلنا نعيش تحت هذه اللعنة وعلينا أن نكسرها دي أنا واحدة من ثلاثة دول لعنة السحر لعنة السحر طيب إحنا نسيين إن فيه في وقت من حوالي ألفين سنة مصر كانت تشهد أعظم نهضة روحية الإسكندرية كانت أعظم منارة تعليمية وكلية لهوت لتخريج خدام للمسيح والشهداء الذين بدمائهم غسلوا هذه الأرض لا عدد لهم مظبوط هل بعد كل ده إحنا لسه تحت لعنة الفرعنة أنا بستغرب إن الخدام يجي يقولوا مصر تعبان عشان لسه في نهضة ويروح عند الأهرامات ويفكوا لعنة الفرعنة بنقولهم يا جماعة إنتوا مش أخدين بالكم بس إنتوا نسيين إن فيه حقبة يجي حوالي 300 سنة كان هنا في نهضة والأرض دي تغسلت والعهد دا تكسر والبلد دي امتلقت من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر والوعد بتاع الشعية 19 حصل إحنا بنصلي إنه يحصل تاني بس هو حقيقة هو إيه؟ حصل يعرف المصريون الرب ويعرف الرب في مصر ويضرب الرب مصر ضارباً فشافياً كلمات ربنا اتحققت ففكرة إن لازلنا عايشين تحت اللعنة دي ملهاش معنى تاريخي النهار دا إني أحط الأهرامات والأبو الهول دي مش أوسان أصلاً الأهرامات لا كانت بتعبد ولا أبو الهول دا كان حتى إله يعني دا كان أزريس ولا إزيس ولا أزريس كان سكنة شيطان ولا سكنة شيطان فخلي بالكوا هناك فرق ما بين الرموز ما بين التمثيل التي تعبد اللي معمولة للسحر في ناس يقولك أي تمثال يبقى فيه سحر دا مش حقيقي التمثال اللي معمول للسحر اللي معمول فيه أعمال اللي مرتبط بعبادة شيطانية هو اللي ليه تأثير سحري مش أي تمثال يبقى ليه تأثير سحري مش كنا بعض الناس خدت التعليم دا وراحت به للآخر أي تعبان يبقى روح شرير أي قطة صوتها يبقى روح شرير أي تمثال يبقى مش عارف وسن أي بتاقى مش حقيقي مش حقيقي مش كنا زي في العهد زي في أيام بولس لما كان الناس يقولك لا نأكل ما زوبيح حل الأوسان لأن يزوبيح للأوسان بولس بيقوله هو في حاجة اسمها أوسان أصلا هم زوحوا الوصان هم زوبيحوا الوصان طب يعني لو أنا عارف أن يزوبيح الوصان أكله قالوا لا ما تكلوش ليه ماكلوش عشان الناس ما تتعصرش بس أنا وأنت عارفين أن ايه ما يزوحش الوصان مش هقصر علي لأن ما فيش أصلا ايه ما فيش واسا ما فيش واسا ما فيش غير الله الحقيقي خالق السماء والأرض واضح بقول ايه تخلي بالكم احنا زين إيماننا أقوى من الخزعبلات ديت أنا عارف إن إبليس موجود أنا مش بلعب مع إبليس بس مش بلعب مع الخزعبلات مش عايز الخزعبلات تخش إيماننا المسيحي فضل أبونا اللي انت بتقوله دوت تعليم ونور مختلف مش عايز أقول لي سنين طويلة نحن عايشون في الضلمة وكأننا نجيب تنور لكل اللي عايشون في الضلمة الناس اللي عندها دلوقتي أحجاب وأعمال وأصحار وحاجات مرشوشة ما عمولة فيها الناس بتفرج علينا الوقتي إيه اللي تقدر تعمله علشان تتفاكم الحاجات دي ولو كانت القاضة الدنيين اللي عندهم هم اللي عملوهم الحاجات دي هل يقدروا يصلوا هل يقدروا يحرقوها اللي يقدروا يعملوها علشان يتحرروا من القيوط ديت اللي بيسمعني النهاردة وعنده أي حاجة من الحاجات ديت من فضلك لمها وإذا أنت ما عندكش قوة وسلطان أنك أنت تحرقها وتكسر أي عهد وتربط أي عمل من أعمال إبليس ربطك بيها من فضلك أطلب من حد عنده الإيمان ده ويعرف يتعامل معا كده أنه يجي ومجموعة من المؤمنين وإذا كان في البيت يصلي للبيت ويصلي ليك ويصلي للناس الموجودين ويبقى فيه مية متصلي عليها والمية دي ترش في المكان دليل أن احنا بنفتح صفحة جديدة وعهد جديد وبنعيش نضاف من أي ارتباط يربطنا بالسحر والشعوزة وأعمال الشيطان أتمنى أكون جاوبت على حضرتك فضل هو ممكن حد يعمل عمل لبيت فيكون البيت دوات مسكون أو في أرواح أو حاجة زي كده العمل بيوجه لشخص مش لمكان سمعت قصة زمان كده بس حاجة حقيقية يعني أن البيت ده تبنى على حجاب يعني أحد عمل حجاب فالبيت دوات ده تحت البيت أو أو فيه ناس بتعمل أعمال وتدفنها عشان تحمي البيت كله من هذه الأعمال أو فيه ناس كل ما تيجي تسكن أو ما حدش بيسكن في البيت يقعد فترة ويمشي يقعد فترة ويمشي ما يستحملش أنه يقعد فيه أماكن بتبقى كرسة يعني خصصة للشيطان فأنا أديت المكان ده زي أديت المبنى ده وده لعبادة الشيطان وقدمت فيه زبائح وحطيت عليه علامة الدم إنه ده للشيطان فأنا ملكت المكان دوت بمعنى الداخل والخارج حيبقى داخل في التريتوري عرف تريتوري يعني إيه يعني منطقة سيطرة لأرواح الشر ده ممكن؟ آه ده ممكن طيب لو أنا النهارده المكان ده أنا ابن الله شتريت قدر أروح مجموعة من الناس وننتاهر ونحرر المكان ده آه ممكن عندنا سلطان واضح الفكرة؟ فضلي فضلي يعني طب ممكن يكون بيت مهجور مسلا أو يقولوا فيه ده لوحده كده فيه أرواح أو مسكون أو حاجة زي كده ما عندناش دلائل كتابية عن الفكرة دي أغلبها أفلام روائية معمولة أكتر منها آه 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 يعني آيات كتابية للحكاية ديت لكن زي ما قلت إذا كن فيه أماكن سلمت للشيطان فابتبقت دي تحت التريتوري بتاعه لو أنا عندي سلطان وأنا مؤمن بربنا وأنا محمي في دم المسيح أنا وأخواتي نقدر نروح وننظف في المكان ده نعم أكيد فضلي فيه ناس كتير قوي بتقول إنه مصر ملعونة بسبب مش لعنة الفرعنة لكن يعني أنا لما بخرج وبشوف مشكلة في البلد فبقول البلد دي مش نفع أبقول كلام سلبي عليها فبالتالي هي مش متبرجة وفي لعنة عليها ففي كتب بتكتب في كده ده سؤال السؤال التاني في ناس يعني دي تبع أني لعنة بقى من لعنات التلاتة دي ما هي دي مشكلة احنا عملين نقلف حاجات نعملين نعمل ايه نقلف عملين نروحا حاجات عملين نقول حاجات أنا لما بععد أقول كلام سلبي علي بلدي بيحصل ايه أنا جوايا بكرهها فبدل ما أنا بكون بركة ليها أنا بكون ايه لعنة ليها مش أنا لعنت البلد فهمتيني بقول ايه مش حطيت لعنة على البلد وبقت اللعنة موجودة وعايزين نلمها يعني احنا مرات يقولوا كلام خزع بالي ما يخشش عقل يا جماعة احنا عايزين لما نتكلم حاجة نقول الكتاب بيقول كلام منطقي كلام ايه هرجوكو فعرضوكو ها يعني كمية كلام اللي بسمعو من هذا النوع الخزع بالي مش حارف فضالي بالنسبة لو حد تفرج على أفلام رعب بالليل يعني بتفرج فيلم عادي بس هو رعب كتير وفيه قتل وحاجات من دي وكان دنيا ضلمة يعني اي حد بتفرج على فيلم رعب بيخاف ده ممكن يبقى فيه تاحل سكن الشيطان مهو مرة تانية سكن الشيطان فيه متوقف على قد ايه انا مفتوح للحاجة دي وقد ايه انا خايف منه وده اللي قلناها خوفي منه بيديله سلطان علي لاني خوفي مني بقوله انت عظيم وانا ايه وانا ضعيف فخوفي فيه منه بيفتح باب اه احنا بنتفرج على الحاجات دي عشان نترعب مش عارف ليه مش عارف ليه بنحب نترعب يعني مش عارف يعني من كتر السلام عايزين نترعب يعني بستغرب ان الناس تدفع فلوس وتروع عشان فتطلع مبسوطة قوي مش عارف يعني معلش يعني سامحوني يعني يعني اقول لكم ليه الناس جواها رعب وعايزة تصرخ بس لو صرخت كده حيقولوا عليها ايه فبيتفرق عليكش لما يصرخ الناس تقول عليه ايه عادي بس ده بيزود ايه رعبي وبيدي الابليس انا شفته عظيم فكبر في عناية انا مؤمن عايز ابليس يبقى عارف انه موجود بس بشوفه حجمه الحقيقي عايزة صغره عايزة ديله حجمه مش عايزة اكبر حجمه الافلام دي ابليس بيصرف عليها عشان يعظم نفسه احنا نتفرج عليها ليه زي افلام الجنس ثقافة ده تلويس ده تلويس ده انا بشوه النقاء بشوه الجنس الجميل اللي ربنا عمله وبحوله الى شيء حيواني مش روحي ما ده العالم ده الشوروم مش كده الابليس بيستخدمه تمجد نفسه ويمجد افقاره ويبيع بضاعته انا اشتري البضاعة دي ليه 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 ومرة كدت بتصلي مع ثلاث بنات مؤمنين بس هما ملهمش علاقة بتنمييز الارواح بس واحدة فيهم بتقول لها وانا بصليلك حاسة ان جزء من مشكلتك انه في حاجة من ابائك كان بيتعامل مع اه مش عارفة سحر ولا ايه بس في حاجة فقالت لها اكتبيني مشاكلك في ورقة فكتبتها وخلت الورقة تحرقها على المهتجاز حاولت الورقة انها تتحرق تحرقت كلها معا ادى بورقة حتة بيضا في النص وققعدت جنبها فترة طويلة انها تتحرق مش об şeyler تتحرق البنت اللي صلت كانت مصرة انها تحرقها على الآخر فقالت لها بمعنى ان الورقة دي ما تحرقتش مع عناها ان فعلا كان فيه حاجة لغاية ما تحرقت وفرولتها ورمتها وقالت لها يعني انه كده خلاص البنت دي عمال تسأل هي مش عارفة وشكة هي بابا ممتها او مش مؤمنين وربما كانوا بس هي ما تعرفش اي حاجة فانا سؤالي على يعني وجود الطفل في البيت ده وهل فعلا هي بالرغم انها ماشي ومشوار من الايمان من وهي مثلا عشر سنين لغاية ما كبرت وتجوزت وخلفت وبتعاني من مشاكل كتير ومعنداش اي معلومات عن ابليس ولا الحاجات دي ولا عمرها صلت للحاجات دي هل فعلا يعني هي اللي مش عارفة عن نفسها هل فعلا جزء من مشاكلها ليه علاقة بحاجة عملوها اهلها ازين احنا قلنا كده اه مش ده فاذا لا لعنة السحر تورس لجيل بس ايه الاجابة يعني افرد هي الست دي انت حاجة قلت المفروض الطفل لما يكبر يعرف اللي لعنة السحر ويكسرها هي ماشي عارفة كويس قوي عشان كده انا محتاج اني اصلي يقول له رب هل ده قيد موجود فعلا نولي هل في قيد على حياتي ابائي عملوهولي وانا صغير ومش دريان مأثر علي فلازم اعرفه هل في تأثير من قوى الشر على حياتي قبل من الامان بتاعتي دخلت بيها للامان بعد الامان ونعيش في ربنا ما فيش حاجة تأثر علي لكن انا دخلت وفي تأثير موجود علي لازم التأثير ده يحصل له ايه يتكسر زي بالزبط انا دخلت للامان وعندي جروح من الماضي لازم يجرعها يصالها ايه ايماني ما بيشفينيش من الجروح مظبوط ايماني ما بيطلقش لوحده العهود اللي كانت موجودة لازم دي تحصلها ايه لوحدها اتفقنا وبشر المساكين اشفي مكسر القلوب اطلق المأسورين ايه احرار فاذا ده دوري انا اللي لازم ادور جهلنا بالامور ده بيخلي لا بدور ولا بصلي ولا بعرف ولا بعمل حاجة خالص وجهلي لا يعفيني من الايه من المسئولية يا جماعة دي الحقيقة جهلي لا يعفيني من يعني طب هل معنى ان هي مش عارفة ده معناها ان هي ما عنداش تمييز ما هي بتصلي كويس لك عمراه ما صلت لحاجة زي كبا دورها دلوقتي تصلي ابتدى يحصل فيه نور فدورها انها تصلي ودورها انها تجيب ناس تصلي وتتأكد ان ما فيش هذا التأثير في حياتها لو ما فيش هذا التأثير في حياتها اذا المشاكل ديت يمكن هي الي بتتصرف غلط يمكن هي الي بتتعامل مع مشكلتها بطريقة غلط يمكن هي طريقتها في الحياة غلط مش كده لأن لو طرقي انا مش مزبوطة حتى لو بنيا كويسا هتعمل لي انا مشاكل مش كده يا من ياس مشاكلها الزوجية مش اعمال سحر لكن الطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع بعض مش كده فعشان كده انا لازم ما نسميه اني انا باجي اقول انا عندي مشكلة احتمالاتها ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة. وبامشي ورا كل احتمال عشان اتأكد ايه التشخيص الايه? الصحية. فما عودش اعالج المرض اللي مش موجود. اعالج المرض اللي ايه? الحقيقي. لما يجي لوحد تعبان بقول ده تعبان نتيجة اعماله. ده تعبان نتيجة جراحه نفسيا. ده تعبان نتيجة قيوده. ده تعبان نتيجة ظروفه. لازم احدد الاول مصدر التعب عشان عشان اعرف ايه? عالجه. في ناس كل حاجة تركبها على الابليس. في ناس كل حاجة تركبها على النفسيات. في ناس تركبها على كل حاجة على الظروف. فاهمي? ما فيش حاسبها كده. انا عندي اسباب مختلفة للتعب. لازم ادور على الايه? الحقيقي. عشان اعرف عالجه علاج حقيقي. احنا عايزين دواء واحد لكل الحاجات. احنا بقلنا متين واربعين حلقة كل مرة بنكتشف حقيقة جديدة. مفيش دواء واحد لكل. في مسيح واحد. في رب واحد. لكن مفيش مجرد تفصيلة واحدة صغيرة. مش كده? الى الكتاب ده كنا نختصره في جملتين. ما هواش كده. كبير. وياخد رحلة العمر. ودي روعته. عمري ما هزهق منه. وكل يوم باكتشف جديد. نور لطريقي. وسراج لرجلية. عزيزي مشاهد اشكرك عشان متبعتك لينا. الجزء ده من رحلتنا. السراع الروحي مع قوات الشر الروحية. صلي في قلبي. ربنا اديك حكمة وفهم ونور واستنارة. لقلا يطمع الشيطان فيك. ربنا يعطيك غلبة ونصرة. ويسحق الشيطان تحت اقدامك. وتقول مع بولس يعظم انتصارنا بالذي احبنا. يحفظك الرب تلميز للنصيح. امين. مكتست المسيح في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز اشجعك. انك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة. تقدر تتفرج عليها ستريمينج. تقدر تلاقيها ويرد. تقدر تلاقيها كشيت عشان تحلوا وتبعثوا لينا مرة تانية. تقدر تلاقيها pdf. تقدر تلاقيها powerpoint. او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها. او تكون للايفود بتاعك. او تكون للايفون بتاعك. او تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسيديهات الديفيديهات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الان. فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائك. الى ان نلتقي. ربنا معك. اشتركوا في القناة